اهلاً يا أخي والأخي اليوم لدينا دو موضوع الأولى يتعلمون وقد قلنا بسرعة من لوقف 5 إنه يحيط من المسر وهذا هو الثاني الثاني من المعارضة والثاني الثاني وهذا الثاني هو الموضوع الموضوع المعارضة موارفريم سريوي بالطبع المعارضة سريوي الموضوع سريوي الموضوع المعارضة في السرعة من المعارضة ولكن هنا في الوضع نحن نعطينا لأننا قدنا وإننا في المبارضة في هذه الحالة إذا نذهب لنذهب لوقف 5 12 نرى سريوي المعارضة سريوي المعارضة وإننا سريوي المعارضة ولكن سريوي المعارضة سريوي المعارضة في الجسم وفي الهواء في الهواء سريوي المعارضة سريوي المعارضة سريوي المعارضة من الله من صحيح سريوي المعارضة المعارضة كان لابطاً آخر من جميع openings في مشده يجب أن تشغير صوته واكدًا وكذب للمساعدة لذا كان لابطاً كان لابطاً آخر من جميع لا يمكنني تذهب إلى الم Госرد او أي حبيل ربيعي كان لابطاً من جداً من الناس من الناس ما حيث يحيث هذا الناس المطلوب حتى هذا المطلوب لا يتساعده بما إلى المطلوب او إلى المنطقة التي يجعله من المساعدة لإنهار فارغة تحسن العربي لذلك عندما تجده عندما تجده النهاية جيسوس كريس انه خلق على وجهه وقاله وقال سيد اذا سوف تستطيع تستطيع أن تجعلني جميل كل شيء هذا الرجل الذي كان يجعله جميل وقاله هو تحسن من المؤمنه هذا المؤمنه هو المؤمنه الذي يجعله أن يتحسن مع كل تحسن ويبحث محاول مع جيسوس كريس والله 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 الثاني يظهر أنه عندما تجده وهذا مهم جدا عندما تجده نفسنا لجيسوس لا يجب أن تجعل كثير 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 أنه قال لك لو أن تجده سوف تجده أن تجده من المؤمنه ونحن 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 في اليوم في اليوم نحن نحن أن نحن سوف تجده أن تجده من المؤمنه ونحن 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 سوف تجده سوف تجده جيسوس حيث تجده تجده ونحن ونحن تجده من المؤمنه جيد يطلق المؤمنه ونحن لمحن ونحن وانت المؤمنه قال خاص بكم الوصول اسبع عشق تجده مع الدولة المؤمنه كيما مجلس خلاص من المؤمنة ن 함شد من الكورنان ومن ثم جميعنا نحن دائماً نحن طالب من أسرع له أن يجب ان تفعل ببسر النظر بالنسبة لأنه عجباً لكن هنا يتحدث عن عجب من الأحساب نحن 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 نقرأ ما كنت يكون عجباً هنا في أكبر وكنت كنت كفري جيد في وقت مبر من المحاولة في أمريكا لنهاته هنا نحن بكثير لدينا كل شيء حتى نحن في أمريكا في أمريكا هذا ليس كثيرا لكن فقط أن نحن في أمريكا هذا صحيح لذا إذا أحدنا في المحاولات تحقن من المحاولات نتجد منه لتبقى في المنزل في أغلب الوصول لا نريد أن يكون مخلوقين نحن خطأ من المنزل مع الناس الذين يكون مخلوقين إذا قد يمكننا لا نريد أن يسألهم ونحن نحن 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 ونريد أن نحن نحن أيضا معهم Jesus in today's gospel acts otherwise he stretched out his hand he touched the leper in early times persons with skin diseases were not holy and therefore were isolated from any contact with the community they were banned from participation in temple worship Jesus my dearly beloved our lord and god broke the boundaries separating clean from unclean by touching the leper and him to the fold of the human community of course by saying that I'm not encouraging you to have contact with any contagious person what I would like to ask each and every one of you is the following how do we relate with the outcast with the marginalized with persons who are rejected with the poor or the needy do we relate with the people because they are healthy they are clean or have something to offer back to us in today's gospel we are reminded by Jesus himself to have strong faith in him and break the barriers that hinder us from rendering our service to others especially the outcast the poor the marginalized and the needy when it deals with helping the needy it's a must to know that when we help and give something to one of them we are giving back to God who says in Matthew 25 assuredly I say to you in as much as you did it to one of the least of these my brethren you did it to me Matthew 25 verse 40 you know reading the passage from Luke chapter 5 who talks about the leper it reminds me of the needy everywhere and here I would love to say taudi thank you to all of you because of your initiative in helping our people back home as you know at the beginning of the lent I sent a letter to all our parishes encouraging our parishioners to as usual be generous and help the needy help our fellow back home you know lately I went three times to to Syria for to attend the funeral of my beloved brother in Christ Sayidna Silvanus and to to participate in the installation of my dear brother in Christ Sayidna and even though the three visits were so close to each other I noticed that the situation is becoming worse and worse in Syria and in Lebanon so again thank you for extending your helping hand to the needy and the poor and please be generous as I know you and as I know that you are always helping and giving a lot to all the needy Abu Andrew when we used to talk about helping people he told me that he told you by giving only twenty dollars monthly we can imagine twenty dollars they are enough only to have maybe three or four cups of coffee isn't it imagine with twenty dollars we can help a family to live for at least two weeks so again please be generous and try to help as you are doing always try to help the needy in Syria and Lebanon the other occasion my dearly beloved that we are celebrating today is the feast of Saint Ephraim Saint Ephraim as you know he is the son of the Syria the heart of the Holy Spirit and the most significant father of the entire church undoubtedly he is the finest the greatest of all Syria writers and hymnists Saint Ephraim was also a deacon poet teacher lecturer musician and defender of the faith and known by the Syriac Orthodox church as Malfono Daito Kadishto doctor of the holy church and declared by other churches as the doctor of the universal holy church from this holy place I would like first of all to congratulate the angel of our holy church our beloved patriarch Morygnetus of the second on the occasion of the feast of his patron saint and we would also like to pass on good wishes to those who carry the name of our great saint Mora Frame Sirio May the prayer of Mora Frame be always with you all Amen say that party